مشاهدي موقع الحدد فانتكات اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مذكرات الجندي المغربي والاسير الحرب السابق جلالي سميدا سي جلالي مرحبا بك من جديد اهلا وسهلا ومرحبا اخي الكريم استاذ الفاضل شكرا جزيلا على الاستضافة دائما وكما العادة انني عسكري مغربي وافتخر بنفسي على انني عسكري جندي مغربي حربي واسير حرب لدى مرتزقة القوليزاريو الخوانة الجبناء ولدى نظام الكابرانات بالجزائر ودائما افتخر على انني كنصور هذه الحلقات وانا بالزيل العسكري الذي يفقد صوابهم المرتزقة والعسكري الجزائريين على انني انا الافضل بهذا الزيل العسكري الشريف اللي كنلبسه وكندير بهالحلقات تحت شعار الله الوطن الملك ودائما تحت القيادة ديل سيدنا الملك محمد السادس نصره الله اطلب له من الله العلي القدير الشفاء العاجل انه رجل طيب ملكنا الحبيب الرجل طيب طيب القلب حامل بلاد والعباد وكما العادة دائما سلامي الغالي الى اخواني واخواتي العسكريين سواء كانوا داخل التكانات بجميع المدن والمناطق المغربية من طنجة الى القويرة او اخواني العسكريين والدركيين والافراد القوة المساعدة المرابطين في الحزام الامني بالصحراء المغربية وفي الحدود الشرقية حياكم الله مع الحدث 24 بمدينة الريباط السلام عليكم مرحبا بك السجلالي ودائما وابدا نواصل معك الحديث والنقاش انطلاقا من الحلقات السابقة مرحبا واليوم نواصل في تتمة الحلقة اللي اختمناها مؤخرا وكنا توقفنا في علاقة الجندي بالدبابة وتكلمتي لي وقلتي لي وحجوة الكلمات قلتيها وعاودتيها وبقى تراع صخفتيهن ديلي باش اني نناقش معاك انطلاقا من هاد العبارة اللي قلتي قلتي لي باللي المغرب والسلاح ديال الف وتسعمية وتمانين ماشي هو المغرب والسلاح ديال الفين واربعة وعشرين شنو اللي تبدل في السلاح في الاسلحة انا سؤال وجيه جدا اه باش يعرفوا اه جميع اخواني المغربة سواء كانوا داخل الوطن في المغرب او خارج الوطن الجلية المغربية المغرب ديال الفين واربعة وعشرين هناك اه استئلنا في العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعلمية اولا مع الولايات المتحدة الامريكية ومع اسرائيل على ان هذا اه اه التعاون وهد اه 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 العلاقات الدبلوماسية والعلاقات السياسية والعلاقات العلمية على انه المغرب الان اه بلد صناعي احنا كمغربة خاصنا نصنعو السلاح ديالنا بيدينا نصنعو الدخائر ديالنا بيدينا باش اه يعرفوا المغربة بان اليوم المغرب الى دار صفقات ولا دار علاقات وهذه الرسالة موجهة لكل من يخون هذا الوطن ولكل من اه اه لا يدري ماذا يقع في الخفاء مع اعداء الوحدة الترابية المغربية ومع الاعداء ديال الوطن ديالنا اللي بغوا يقسموا المغرب على جوج اللي بغوا يحطوا المغرب في واحد الزاوية ولكن نحن لهم بالمرصاد سواء كانوا خارج الوطن او كانوا داخل الوطن المغرب استأنفى كما اقول استأنفى العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعلمية باش يقدر يكون قادر على راسه من استنوش وحدة اخر يعطينا ما ناكله من استنوش وحدة اخر يعطينا راح بكري هاد الناس كان بعض المسترزقين وبعض الخوانة اللي ما عرفوش على انه هاد البلاد وهاد الوطن راه رجال من المولوك الى ابناء الشعب اللي تحاوا على هاد البلاد اللي هي المملكة المغربية الشريفة دونك هنا يا باش يعارفو ونشرح لهم وتادوك سحاب عقول ضعيفة اللي ما عارفينش بشروات ما عارفينش الكوكوت شنوك يطبخ فيها ما عارفينش اعداء الوحدة الترابية شنو دارو فينا وشنو دارو في ولادكم وشنو دارو في الرجال ديالكم الجنود اللي كانوا في الصحراء المغربية اللي كانوا في وسط الميدان اللي كان القتال شبه يوميا أقول لكم أنا كجندي مغربي وأعبروا على نفسي وأعبروا وكنوصلكم البرقية وكنوصلكم الرسالة لأنه ما كانش اللي يعطيكم ما كانش اللي يعطيكم الأخبار الصحيحة قد الجندي المغربي أو الأسير الحرب واللي يعطيكم التفاصيل لأنه نحن ما كان قلو لكم ش اللي سمعناه لا كان قلو لكم اللي عشناه واللي شفناه لخطر العين كانت كذب لودن إلا شد ماشي بحالي لا سمعته وقالولي دونك خاصك تصدق للإنسان اللي عاش وشاف وهد السلاح اللي تكلمنا عليه شنو الفرق ما بين الدبابة اللي كانت عندك والدبابة اللي كانت عندك من تطور لا قبل من خصني الرسالة خصني الرسالة تفهم مرحبا خد راحتك وتوصل إلى المغاربة مرحبا خصني البرقية ديالي بمعنى هذي الفرصة باش أي مغربي أو مغربية داخل الوطن ولا خارج الوطن باشنا كنفوت لهم واحد الرسالة بارسكو يعني الإعلام ديالنا مع الآسف مع الآسف ما كاينش لإعلام اللي نوصلو لكم هذي الرسائيل إعلام يعني في حقنا معدوم في حقنا نقصر نقصر طبعا في حقنا لخطر إحنا هذو مرجل لحاملين هذي الشعار ديال البلاد لا في القلب ديالنا ولا في الزي ديالنا إحنا هما اللي نوصلو لكم الرسائيل ونقولو لكم الوقائع الحية وضم خاصكم تفهمونا وتسمعونا وتعرفوا الأشياء الكثيرة اللي قام مع عمركم سمعتوها ومع عمركم شاهدتوها ديالنا باش نبغين نوصل لها برقية ديالي للمغاربة بإنه احنا عدنا المالك ديالنا في البلاد ما عدناش رأي الزمغورية احنا عدنا المالك ديالنا في البلاد والمالك ديالنا في البلاد دي إما كما كنقولها حامل بلادي والعباد بمعنى 40 مليون مغربي ديرهم ولداته كأسرة دياله سيدنا عنده الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة الأسرة الصغيرة هم ولداته الله طول في عمرهم الأمير مولاي الحسان والأميرة يعني والأسرة الكبيرة هو الشعب المغربي وكما يخاطبون دائما في الخطابات شعبي العزيز بمعنى سيدنا كي يحاول دائما بالشعب دياله المغربي يكون محمي محمي من الإعداء ومحمي من ضرب الإعداء لهذا الشعب المغربي ولكن مع الأسف بعض العقول الضعيفة وبعض الخوانة وبعض المسترزقين لي بدون قصد أو بقصد أو بدون شعور كيحاولوا كيديروا ذلك شيء يقولهم رأسهم أنا كجندي مغربي ولزيلت أدفي على بلدي إلى آخر رمق مين أعطاني الله هاد القوة ديالي وهاد حب وطاني والسينين اللي ضربتها في السجون والسينين اللي ضربتها في الحرب والآن أنا أمامكم ويشهد علي الله على أن نبتوني ديالي وبالزيل عسكري ديالي وحبي لملكي وحبي لوطني وحبي كذلك إليكم إخواني أخوتي المغربة داخل وطن وخارج الوطن الملك ديالنا دائما ما كيدربش حسابات الراسو للأسرة الصغيرة دياله إلا بالعكس الملك ديالنا دائما كيف فكر في الشعب المغربي كامل شنو هي الوسائل اللي تقدر تحمي الشعب المغربي دونك سيدنا إلى استأنف العلاقة الدبلوماسية السياسية والعلمية مع دوال اللي تقدر تفيدنا ولي تقدر تعطينا شيء اللي ما عدناش ولا تقدر تعطينا علم اللي يتعلموا به أبنائنا لا من الجنود ولا من الضرك ولا من المؤسسات العسكرية اين هو المشكلة عندك انت اللي مداني وشد واحد للبوست وتستغل العقول الضعيفة وتفعل ما توريد إن المغرب ماشي زريبة يالله كانت كافاو مع الأعداء ديال الوحدة الترابية ديال البلد ديالنا ديال المرتزقة وديال النظام اللي بالجوار ويزيدون ناس يخرجوننا سواء كانوا خارج الوطن أو داخل الوطن لكن أقول لكم والله العظيم نحن لكم بالمرصاد نحن لكم بالمرصاد ونكجون دي مغربي وآسير حرب الآن المغرب الفرق ما بين الفين وربعة وعشرين وآلف وتسعمائة وثمانين وآلف وتسعمائة وسبعين الفرق شاسع جدا ولكن باش تعرفوا الفرق شنو هي النتيجة منو لأنو الآن المغرب اللي بدات دولة بدتك تصنع الأسلحة ديالها دولة صناعية الحمد لله الأبناء ديالها الشباب والشابات تدخلها أستاذ قلبي عامر لأنني أنا مواطن مغربي وعسكري مغربي ورجول عسكري حربي بمعنى الكلمة أموت على وطني ناكل الطراب في المغرب ناكل الماء والخبص في المغرب وما نبيعش وطان يا رخيص تبيع وطانك جهنامة تبيع وطانك بعت أمك ولي ما يعطارفش بالوطانية دياله ما يعطارفش تحتاب الأم اللي ولداته دونك باش تعرفوا هذا نداء دوك العقول الضعيفة اللي ما عارفين قاع بشروات انظروا إلى بلدكم هو الأول ومن بعد شفوا ما خارج الوطن قولوا ليش كل عمروه هزشي في تصويرا كبيرة ديال القائد عبد السلام العبيدي اللي كان واحد من أهم رجال الضباط المغرب ومحارب وحربي في وسط السحراء المغربية قولوا لي وشي واحد هزشي ناشر تصويرا ديال محمد الغجدامي القائد الفيلق السادس للموشات اللي تحارب عليكم وانتو ما كتقروا في المدارس والجامعات وكتنعسح دمك باخير وعلى خير ما عارف قاعوش لو كاين من وراء السيطار قولوا لي وشي واحد عمروه ورفتشي لافيتا ديال شي قائد مغريبي اللي اعطال هاد البلاد ما يحز في نفسي ألا كتنساوا ولاد بلادكم والأبطال ديال المغرب وكتبشيوا الحويش خورين لي لا نستفد منها بشيء ما على أسف شديد ولكن الحمد لله إن المملكة المغربية لها ماليك الله يطول عمروه ولها جيش مغربي بامتياز ولها شريحة من الدرك الملكي من ضباط وضباط الصف من الإنات والذكور يعني مخك يوقف وخا باش نرجع معك السيجيلة لي لساحة المعركة وانت في عامك الثاني نعم هدك هو العام اللي ما عيتيش في الضار منتم ما مع مرعيت منتم ثلاثين عام ما عيتش مع دارنا كيفش كنتو كدوزوا المناسبات المناسبات في الصحراء المغربية مناسبات حربية بالقرطاس مناسبات هدو باش يعرفوا المغربة الشعب المغربي باش يعرف الجنود ديال ما تهينوش الجيش ديالكم را عندكم جيش را عندكم عسكر في البلاد مغاربة اللي خسكم تفتخروا بيهم أنا دا بالان في كل حلقات ديالي ومع اي جريدة ومع اي صفحات ومع اي قنوات الا والجنود المغربة اللي رون في الحراسة ديال الحدود وفي الصحراء المغربية يتابعون ما ردوا فعل الشعب المغربي باش تجدوهم واحد القوة وترفعو لهم المعنويات يكون عندكم رد فعل مع الجيش المغربي ديالكم ومع الدراك ديالكم ومع القوة المساعدة ومع الامن الوطني هناك رجال في الخفاء هناك رجال اللي كتدفع لهذه البلاد خسكم تعطيهم شوية ديال القيمة وترفعو بيهم وتغنيو بيهم كم ما نقوله ومن هاد المناسبة تفكرت غير واحد نقطة واحدة اتمنى لماذا في المغرب هناك العديد الكتير من الفنانين والفنانات في المغرب زعماء ما بلكمش شي فنان مغربي ولا شي فنانة مغربية اللي يتغني على الجيش المغربي على الأسود المغاربة يستحقوا أكثر طبعا يستحقوا تغنيوا على أسرى الحرب الجنود الأبطال جيش الصحراء يا جنود الصحراء الحرار يا اللي في خنادق الحمية ما كان شي فنان ولا شي فنان عزبنا في المغرب غير جيل جيلالة وما كانت آخر أغنية قلت لي في أحد الحلقة واه فآخر السبعينات يعني والله لا أتمنى وهذا نداء ديالي الفناني للمغاربة باش واحد شوية شوفوا المغريب شكل يحاميه وديروا عليهم شي أتمنى شي مبادرة شي مبادرة في هذا الفين وعشرين ولي ما لا يعني الفن عندكم تبارك الله من مختلف الأنواع ديال الفن ولكن ديروا واحد المبادرة غنيوا على الجيش اللي يرى في السحرة اللي يرى عشر سنين وخمستاش العام وربع سنين وغنيوا على الجيش اللي يرى في الحدود وغنيوا على أسر الحرب اللي يضربوا خمسة وعشرين سنة سجنا من أجل الوطن ومن أجل الصحراء المغني هل هذو لا يستحقون البطولة أكيد يستحقون أكثر وخف إطارة في المعنويات وانتوما كنتوا في ساحة المعركة شنو اللي كان يرفع عليكم المعنويات أنا داك يعني المعنويات ديالنا كانت الحمد لله المهام ديالنا هي اللي كانت تخلينا المعنويات مرفوعة ولكن اللي كي يزودنا دائما اللي كي يزودنا ورد البل معنا هما القادة ديالنا القادة ديالنا اللي معانا هما اللي كي يرفعونا المعنويات لأنه مرة مرة إلا والقادة ديالنا كيتكلموا معانا في الموضوع وتكلموا معانا المعارك المعركة اللي ربحناها الأسبوع الماضي في القتال هناك كيتكلم معاك القائد ديالك وكي شجاك وفيلي سيطاسيو وكان كي جينا لي فيلي سيطاسيو من الحسن الثاني رحمة الله عليه قاعد المعارك غي كي تسالي المعركة كنقبضوا الغنائم كنشوفوا اللي مات فينا نشوفوا ما اللي وقعت فينا والإلدجية اللي وقعت في العدو وكان توصلا اللي ميساج الحسن ترى الله يرحمه وكتوصلنا الفيليستاسيو كل ـ라고 راتjek توصلنا مرة كتوصلنا الفيليستاسيو بالحواله كالثلاثات العسكري كل ثلاثات الجنود كلك مرة كتوصلنا كتوصلنا الفيليستاسيو يعني موضغي غذائية وحد أطيرا للقة كتوصلنا الفيليستاسيو الخاصة بالجندي يعني ما كتخلص والو كل شي كي يجيك وكتوصل لك رسالة فليسيتاسيون لوروة حسن دي القائد الاعلى فليسيتاسيون معن سيدنا يعني من كتوصل لك الرسالة وانت في وسط الحرب رسالة معن سيدنا هنا كالعسكر كل شي كنكونوا فرحانين بها الحسن تاني اللي رحموا كان عنده علم بكل صغيرة وكبيرة عليكم ما كانش الحسن تاني ما يزقلش الصغيرة والكبيرة ما يزقلش الصغيرة والكبيرة إلا ما تناجوج أفراد كيوصلوا للمصاج ما تناجوج أفراد فلان وفلان الأسماء ركوا تسمعوا الخطابة دياله ورجعوا الخطابة دياله كل ما يقوم به الجيش المغربي ليس عبثا لا إن الشعب المغربي والقائد الملك وراء الجنود وراء هذا الرجال اللي كيدفعوا للبلاد يعني كان الصغيرة والكبيرة كتوصلوا مثل كيلما تناجوج أفراد كيوصلوا للمصاج بإن مات عبقادر بن عبو ومات حميدة بن محمد الرتاب ديالهم ووشكون هما بالأسماء وهنا من كي يخرج وكي يعطي معطايات على العمليات على شنوقعنا على الغنائم اللي يقبضنا نحن في حداتنا هذا كيرفع لنا الطاقة نعم كان الملك يعرف أسمائكم؟ لا ما غادش يعرف الأسماء ديال الجنود كامل ولكن هي منك تكرر يعني احنا كنقول كيتوصل بأسماء الضحايا لا كيوصلوا للمصاج بإنه ماتوا لنا جوز ديالأفراد مثلا فلان وفلان فلان وفلان جوز ديالأفراد رتاب ديالهم وهو سيدنا كي الموية كتوصلوا للمعلومة كتوصلوا للمعلومة شنو كيفاش كيكون فعل دياله كي يغضب؟ اه طبعا كي يغضب لا كي يبغيش نشنو لدها ديالأة طبعا كي يغضب وكي يحفزنا يحفزنا كي يحفزنا يعني طبعا الحالة رأى سيدنا رأى القائد ديالنا طبعا سيدنا تيبغي كي يبغي دايما تكون وانا غادي معك دقة بدقة نعم وانا حارس باش انني يمشي معك خطوة بخطوة وما بغي نزقل حتى شي حاجة مرحبا جلالي سميدة في العام دياله التاني احنا دازلنا في العام التاني نعم نعم باقي الجلالي هو اللي كان في العام الأول لا كانت تغييرات كبيرة لا تغييراتها طبعا تغييرات طبعا لا كتاخذ l-experience تجريبة تجارب من جميع النواحي النواحي وانتا في وسط الصحراء وفي الحرب l-experience كتاخذها سواء خسرت في شي حاجة سواء نجحت في شي حاجة كتشوف فين هي النقطة اللي ممكن تزقلت فيها وفين هي النقطة اللي اعطتك نتيجة هنا هدية باش كتاخد تجريبة كتاخد تجريبة في الحرب تأخذ جربة مع العسكر لأخوتك اللي بجنبك والعسكر من مختلف المدن من مختلف الأقاليم بالمغرب وهذا شيء الإيجابي أنا وجدي صاحبي اللي معي من مدينة الخميسات وصاحبي اللي متلتنا من كازا لا أنا وجدي وصاحبي اللي معي من قلمين من باب الصحراء المغربية وصاحبي اللي معي من مدينة تازا يعني مختلف شرائح بالمغرب وكاملين زي واحد برجلة كاملين يعني هناك تفاهم كبير جدا بحل إحنا بثلاثة أبينا ولا بربعة أبينا عندنا الوليدة دينا بخير الوليدة دينا واسيدنا فيه كل شيء أبنا أمنا هو الوطن يعني دونك ما يمكنش كتدافع على الوطن وتقاتل على الوطن وتموت على وطنك وفي تالي خرجلك واحدة تقبلك الورقة من الفوق وتلقاها مغريبي مغريبي المتلقي المغريبي كي يبغيك تضعه في الصورة ويعرف شنو واقعة ما في الجدار الأمني ألوان شنو بعد المأكولات اللي كنتو كتاكلوا شنو المواد الغذائية اللي كنتو كتاكلوا يعني بزاف ديال كانت كتاو صنو الخضر وأتمنى من المسؤولين ومن القادة كاملة للرمف استحراء المغربية أتمنى وإن شاء الله هاتش اللي كين يعني أنا أظن الآن أحسن وأحسن وأحسن بكثير علينا إحنا اللي كنا في الحرب ما كانش الوقت ما عدناش وقت باش دابا الحمد لله آآ لا سان تيركينا الجدار الأمني كاين آآ درون اللي كترس القرون دايما موجودة يعني كين واحد كين واحد الوقت آآ الجنو دابا عندهم واحد الوقت آآ باش تصبن حوايجاك باش تدير الطاجين يطيب باش تقدر تلعب ماتجد الكورة باش تقدر تفرج في الشاشة ديالك ووسلا لأنه اللي خدام اللي شد لغارد دياله بسلح دياله ره قابض لغارد بسلح دياله اللي ما فيه سربيس ره كيدير طويجين وكدا ويوجد الخبيزات دياله وكدا أنا أنا آآ 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 الآن أحسن بكثير على الخطر وقت السلم ليس هي وقت الحرب وقت الحرب ديال نحنا ما فيش وقت ما كانش وقت السلم أصلا ما عندكش وقت ديال شي حاجة اللي تقدر تديرها إلا القرطاس وتسوي الوجبات ديالك دون كان الوجبات ديالنا أنا دك آآ كانوا لكاميون تيوصلونا آآ الديسير الخضار الانواء مزيانة آآ كنا دك الساعة أنا شبعت الحمد للقاموس قاح السنين ديالي ديال الحرب ضربتها قاموس آآ الله إلاك بلغين نسوي آآ يعني كانت كانت وصلنا للحمد للقاموس آآ نعطيك بار إكزامل لباش الشعب المغربي يعرف بأن الإخوان ديالو الأبناء ديالو العسكرية اللي كانوا في الحرب كيفاش كانوا يتناولوا هاد المواد غذائية وشنو كي يأكلوا واش كانت متهلية فيهم الدولة واش كان سيدنا متهلية فيهم ولا أقولوا لكم بمبعد تجربة ديال السنين طويلة الحرب اللي قضيتها آآ كان كل خمستاش اليوم وهذا القضية يسولون عليها لزون شيرية في الاستنتاقات آآ الله العظيم أنا في الحواظة كنعود لك الاستنتاقات لا 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 على كل حال يعني من كي يجيني شي سؤال ديالك وكان ديجا تطرع علي من طرف آآ العسكر للجزائر كانت تفكروا يعني المواد الغذائية ديالكم شنو هي بالنسبة لك عطيتني هذا السؤال هذا الخطر اللي عدو ما تقدرش تعطيها المعلومة ما تعطيش المعلومة ما تقدرش تعطيها المعلومة شنو هي المواد الغذائية اللي باش ما يلعبش عليها ويشوف ويستافد طبعا يستافد منها آآ كانت كل خمستاش اليوم يجون الشاحينات الأسكريين بالطبع وكانوا تلك الأسكريين لي فولفو وقدام المركة القديمة لي فولفو الرموكات ديال الخضار من جميع الخضار والفواكه واللحوم اللحوم ديال القاموس ويكون على في العلم ديالكم لأنه القاموس كان يجينا من أستراليا كتجي فيها البلاكة دياله وكتجي مثلا الرجلة رجل رجلة القاموس راكي وزننا 4 الأطنان 5 الأطنان نعم في القاموس نعم في القاموس كتجي فيها جوجة القناطار جوجة القناطار وناس على حساب الحجم ديالك القاموس واش صغير واش كبير واش عنده عام عنده عامين على حساب الحجم دياله وهذا القاموس هذا هو خطير جدا لما يعرفش لما يكونش أخذ عليه معلومات هو في حداتي خطير خطر جدا يعني أولا كيكون مدبوح أكثر من عشرين سنة هاتش اللي كنسمعولي باش تقدر تاكله الخطر ما تقدرش تاكله منين يكون جديد عنده عام ولا عامين خطير خطير للحمد يالو بارسكو مجهد بزياد كتر من الجمل كتر من البقري وهذا بتجربة ديالنا لان السنين طويلة كاملة انا قاعد تقريبا من اللي دخل في الجيش وانا كنضربغي القاموس خاصه يكون مدبوح بعشرين سنة خاصه يكون من عشرين سنة على فوق لخطر مني كتجيك رجلة كتجيك كيفاش يجي بعدها كيجي ملوي عليه واحد البندة ديال الفاصمة اه ديالو واحد البندة ملوي عليه باش مكتضربوش البرد من الكنجيلاتور ديالو اللي كان فيها البندة سبيسيال ديالو كيجي مكيبان مكتبان منه حتش يطرف من ذاك اللحم كيجي مغطي بذيك البندة ومن فوق ديال 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 بلاكة ديالو بلاكة فوق منه لاسقة ما تحييتش وخاطر ميه هو خصك تقطع ديك البلاكة ديك البلاكة فيها المعلومات ديالو ديالو شمن عام تدباح شمن عام تدباح وشحال ديالوبوا في هذا الرجل هذا هاش حال خصك إلا بغيت تاكلوها كيفاش تدير يعني كتجيك معلومات ديالو كاملة اه كاملة وحنا خلاص احنا الاسكر كان عارفوا بالله عدنا المعلومات عليه غير يجيبنا غير يجيبنا احنا عارفين كيفاش واه من ذلك كانت جينا الخضار والفواكه كما قلت لكم وخم قوفة القضية ديالقاموس حيث هذي مشهورة هذي ديالجيش المغربي كانت اياكل القاموس شنو الاضافة اللي كانت يعطيكم هذي الاضافة اللي كانت يعطينا هذي في حم القاموس فيه بروتينة كثيرة بزاف بروتينة كثيرة ومنين كان اكله مثلا اكلناه في النهار في الوجبة ديالالغداق اه كتا يعني كتاستغنى باش تاكله في الليل لا كتاستغنى باش تاكله في الليل اه ولا مادرناش في النهار وخصك تقول لي الطريقة كيفاش نحتفظوا عليه اه انا جايك انا جايك نتكلم معك يعني اكلناه في النهار احنا طرواب بيرسونيل على الدبابة احنا طرواب بيرسونيل على سيارة فوق منها اه اسلاح بها كنقاتلوا احنا ربعة ديالالناس دونك اه غدي نديروا قويميلة واحدة احنا راحنا بربعة بيننا راحنا خوت يعني كاملين اعا وكنديروا اه كاتر مورسو كل مورسو ما يتخطاش مئة قرام اهه في هذا اللحم القاموس ما يتخطاش مئة قرام ربعة ديالاللي مورسو اه البصلة بطاطاتو ماطايش العطرية كده وهذا اكتب ذيك القويميلة وانا هادا ديك ساعة معدناش التواجن يترسوننا ده خطب تحركات عدنا بزارة اه دونك اه فاش كي طيب فاش كي طيب القويميلة كان نحطوها واذاك شي كي كي كون بزربة كان نحطوها في اه طبسي وكانتخدا وكتضرب الرسيون ديالك يعني ديما الرسيون تربينا على الرسيون ديالك ما تخطاش وما تبقاش بلا بيه وما تبقاش بلا بيه الرسيون ديالك تيوصلك دونك ديك الميات غرام مثلا ديال القاموس ما كتخطاش ديك سون غرام ديالك وكاتر رسيون ولا تروها رسيون ومع ديك قويميلة كاتر طيب كنحطوها اه منك نضربوه منك ناكلوها واذا كتعطيك فيها لبروتينات بزار فيها فيها تدهنيات يعني كتستغنع اللعشة اللعشة مثلا نقدوه إلا ساعدتنا الظروف وساعدتنا الوقت والقرطاس وقف كنديرو شوي ذا الروز وهاد القاموس هذا في المعضاق دياله بحل بحل بقري مزوين واه بحل جمل هكدا يجيك ذاك الدق دياله اه هو يعطيك المرقى خاترة هو كيختر لك المرقى اولا اه ومنك يطيب كيبلك اللحم دياله بحل الحبال بحل الحبال يعني وارطب في الماكلة دياله اه الماكلة دياله ارتبة وفات انا درت خطاء اه فات درت خطاء وكان غدا يقتني اه شنو الخطأ اللي درت اه لخطر منك يجيناه هذي خصى حلقة اه خصى حلقة طويلة باش نشرح لكم شنو دار وشنو غدا يوقاع يعني اخصى حلقة واخن نقشوها في حلقات قادمة ان شاء الله نظر لديك الوقت نعم اه السي جلالي ان شاء الله تنقشوها حلقة قادمة اتأينا الى ان نختم هذه الحلقة كلمة اخيرة كلمة اخيرة ترقبوا الحلقة القادمة نشرح لكم على القاموس اخوكم هذا الجنود المغربي وانا في وسط القتال تحياتي وتقديري لكم ايها الجنود المغربة ايها الدرك المغربي الدرك الملكي والقوات المساعدة الرجال لاشاوز سبوع تولي ليون المغربة لراكم في الصحراء المغربية وفي جميع التكانات والمدن والقرى بالمملكة المغربية الشريفة من طنجة الى القويرة تحياتي الى المؤسسة العسكرية لقدماء المحاربين واتمنى من كل قلبي وندائي الى الامير الجليلة للامريم قال الله في عمرها ان يلتفتوا الى هذه الشريحة من الجنود المغربة المتقعدين والاسر الحرب لفناو سنين طويلة في السجون دي الاعداء دي الوحدة الترابية في تندوف وفي الجزائر اتمنى من كل قلبي الان من الامير الجليلة للامريم والكولوني المجرور رئيس المؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين ان يلتفتوا الى هذه الشريحة رغم طالبين شي حاجة كبيرة رغمك يطلبوش شي حاجة كبيرة ولكن التفتوا اليهم حاولوا تساعدهم دروا لهم شوية دي الخاطر زيدهم شوية في الأجور لخاطر هاد الناس انا بالنسبة لي كآسي الحرب ولو يكون عندي ديمي الأورو في الشر ما ترجع ليش حياتي وسنين طويلة ونفس السجون ما ترجع ليش استحاديالي اللي دخلوا فيها ثلاثة الرصاصات أنا من بين أسر الحرب المغربة ومن بين إخوان المتقعدين العسكريين لمكطوع الدول لمكطوع الرجل والمريض على أنهم هذه الشريحة عندهم أوصار عندهم ولدات عندهم بنيات أنا دائما في إطار دولة المملكة المغربية الشريفة اللي كان متعليها وتحت القيادة ديال سيدنا وتحت القيادة ديال لزوفيتي الضبات السامون ديال القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي أقول بها أقولها بكل فصاحة انتبهوا إلى هذه الشريحة وفرحوهم كما نقوله فرحوهم فرحوهم شوية طلعوا لهم شوية طلعوا لهم شوية الصالير زيدوهم شوية تهلوا فيهم باش يفرحوا باش يحسوا نحن كنحسوا بالروح الوطنية ولكن على الأقل طلعوا لهم زيدوهم شوية ديال الطالج لخطر ناس عندهم أوصار ناس عندهم وليدات هادو أسر الحرب المغاربة اللي كانوا البارح في تين دوف عشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين عام ديال السيجن ردوا معاهم البال فرحوهم لأنهم عاد بدو كيكونوا الوليدات عاد بدو كيدلوا الوليدات صغار خاصهم يقريوهم وخاصهم يكسيوهم وشريوا الدوا باش كي باش كي عالجوا رسانهم أتمنى وتحياتي وتقديري وكل الاحترام والتقدير إلى أميراتي للا مريم رئيسة مؤسسة الحسن الثاني الاجتماعية لقدماء المحاربين العسكريين ومن هذا المبر تحية كبيرة إلى مؤسسة الحسن الثاني بمدينة وجداء وعلى أرأسها الأخت الكموندان دياليجي ديال المؤسسة الحسن الثاني بمدينة وجداء وكل الدباط ودباط الصف لكي يشتغلوا معها في هذه الإدارة هذه لأن هذه الإدارة هذه كي يحاولوا ما أمكن باش أي جندي متقاعد يدخل هذه المؤسسة إلا وكتكون مساعدة من أصغر رتبة إلى دياليجي ديال المؤسسة الحسن الثاني بمدينة وجداء أتمنى إن شاء الله كل الخير وكل الخير في جميع المسؤولين في مؤسسات الحسن الثاني بجميع المدن بالمملكة المغربية حيكم الله شكرا جزيلا على تتبعكم الحلقات ديال أخوكم الجندي المغربي والأسير حرب في هذه الحلقات ديالحدث 24 شكرا لك من جديد والشكرا موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام كنتم معنا مع المذكرات الجندي المغربي لأسير حرب السابق جلال اسميلا إلى اللقاء ومعا تتمت باقي الحلقات إن شاء الله إلى اللقاء